بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي صحابة حول الرسول في آخر أيام هذا الشهر المبارك سنقبل على يوم عظيم ويوم كريم عند الله تبارك وتعالى وهو يوم عيد الفطر الذي يجب على المسلمين أن يفطروه ولا يجوز لهم أن يصوموه فهذا اليوم الكريم له أحكام وفيه صلاة العيد ولها أحكام كثيرة قد التزمها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأدوها ورعوها حق رعايتها كما أمرهم ربنا تبارك وتعالى وكما أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول كان لأهل الجاهلية في المدينة يومان يلعبون فيهما فلما انقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذان اليومان قالوا يومان نلعب فيهما فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فلذلك يجب على المسلم أن يعتقد أن ما شرعه الله تبارك وتعالى خير مما يفعله الناس فيستكفي بما شرع الله تبارك وتعالى عما يفعله الناس الله جل وعلا حينما أنزل قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا الله تبارك وتعالى حينما نكمل عدة الصيام نصوم جميع أيام رمضان ثم يدخل علينا العيد فنرى هلال العيد يجب علينا أن نكبر الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم طيب كيف نكبر الله عز وجل قال العلماء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير فيكبر المسلم بما شاء إلا أنه ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصيغ من أشهرها وأهمها الصيغة التي كان يكبر بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا هلال شوال فإنه يشرع لنا أن نكبر هذه الليلة نكبر طوال الليل حتى يبرق الفجر فنصلي ثم نذهب إلى مصلى العيد ونحن نكبر حتى نفرغ من صلاتنا هكذا يعني أخبرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلتزمون سنته ويكبرون الله تبارك وتعالى كما أمرهم ربنا جل وعلا وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا خرج إلى المصلى يرفع صوته في التكبير حتى يصلي مع الإمام رضي الله عنه وأرضاه ومن أحكام هذا اليوم الكريم الذي سنقبل عليه بعد عدد من الأيام القليلة من أحكام هذا اليوم الجليلة أن المسلم يعلن فطره لله تبارك وتعالى من أمرك بالصوم هو الله ومن أمرك بالفطر هو الله فتلتزم في الحالتين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو إلى المصلى حتى يطعم تمرات وكان يأكلهن وطرا يعني عدد فردي وكان ابن عباس يوصي ويقول إذا ذهبت أو إذا خرجت إلى العيد فكل ولو تمرة يعني حتى يعني تمرة واحد حتى تعلن الفطر لله عز وجل لأنك عبد مأمور تصوم حينما يأمر الرب وتفطر حينما يأمر الرب وهكذا كان حال السلف حتى إن بعضهم يفطر على شيء من عسل حتى يعلن فطره لله تبارك وتعالى فيصيب أمر الله جل في علاه فاصل ونواصل إن شاء الله لا يزال حديثنا موصولا بالأحكام التي التزمها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الكريم وهو يوم عيد الفطر الذي سنقبل عليه بعد أيام قلائل إن شاء الله من أحكام هذا العيد أن المسلم يتجمل في هذا اليوم فكان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يلبس أحسن ثيابه كذلك يغتسل المسلم ويتنظف في هذا اليوم وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه عن الغسل فقال يوم العيد ويوم الفطر ويوم الأضحى يعني يومي العيد يقصد أنه يجب على المسلم لا يجب وجوبا وإنما يستحب استحبابا مؤكدا ينبغي للمسلم أن يغتسل في هذا اليوم ينبغي للمسلم أن يغتسل في هذا اليوم كما أوصان علي رضي الله عنه أرضاه كذلك يخرج إلى صلاة العيد باكرا كان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم يخرج من مسجد رسوله سلم إلى مصلى العيد مباشرة رضي الله عنه أرضاه يكون قد تجهز قبل ذلك ثم ينطلق باكرا إلى المصلى وكذلك من السنة أن يخرج إلى المصلى ماشيا إن لم يكن هناك برد أو مطر أو وحل لا يوجد مانع والإنسان شديد وقوي فإنه يطبق هذه السنة وكان عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه يحرص على الذهاب ماشيا إلى المصلى كذلك إذا ذهب إلى المصلى المسلم ذهب إلى المصلى فإنه بعد أن يصلي صلاة العيد فإنه يرجع من طريق أخرى هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها لنا جابر رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك حضور النساء لهذه الصلاة وهذه الشعيرة وفي هذا اليوم هذا من أهم ما يميز أحكام هذا اليوم تقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى حتى وهي حائض المرأة تخرج لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يخرج من استطاع من أهله كل من يستطيع من أهله من نسائه من كبار من صغار يخرجهم رضي الله عنه وأرضاه إلا أن وجد مانع عند إحدى النساء ترعى طفلا وليدا لا يستطيع أن تخرج به فيشرع لها أن تأتي فإن لم تستطع فإنها تجلس وهي معفو عنها إن شاء الله تبارك وتعالى كذلك يقول جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة يعني أكثر من مرة بغير أذان ولا إقامة فلا يشرع لا أذان ولا إقامة في هذه العبادة كذلك صلاة العيد عبارة عن ركعتين اثنتين إلا أنه يجهر في هاتين الركعتين يقرأ القرآن جهرا وكذلك فيها التكبيرات الزوائد والتكبيرات الزوائد سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام اللي هي الافتتاح وخمس تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال هكذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وجاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في هاتين الصلاتين يعني صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى يحافظ على سورة سبح والغاشية يعني سورة الأعلى وسورة الغاشية قال وكان إذا اجتمع عيداني في يوم يعني الجمعة والعيد كان يقرأ فيهما يقرأها في صلاة العيد ويقرأها أيضا مرة أخرى في صلاة الجمعة فلذلك يحرص المسلم على هذه العبادات وهذه الأحكام ويتذكر أيضا أن هذا اليوم هو يوم الفرح والسرور والتسامح والتصافح والتلاحم والتراحم فيعني يهنئ أصحابه يهنئ إخوانا كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاههم إذا التقوا في هذا اليوم يقولون تقبل الله منا ومنك وممكن تستطيع بأي يعني لفظة طيبة انتشرت بين الناس من العائدين كالعام أنتم بخير بهذه الدعوات الطيبة يدعو المسلم لنفسه ولإخوانه ويتراحم ويتلاحم فيما بينهم فهذا يوم كريم نظهر البهجة والفرح والسرور كما أمرنا الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر